السلام عليكم ومساكم الله بالخير موضوع بسيط بس يمكن كلنا نتفق أننا في الزمن اللي قال عنا الرسول الله مصل يسلم عليه أن القابض على دينك القابض على الجمر لكن بالأخص المرأة المرأة في زمننا هذا بين شريعة الأغبياء وشريعة الأنبياء أعطيكم أمثلة واحد أباحوا لها التنثيل في دور السينما والحضور على خشبات المسارح وربي سبحانه أسقط عنها الحضور في الجمعة والجماعات حفاظا عليها اثنين أباحوا لها الغناء والله سبحانه مانعها من الأذان والجهربة والتأمين حفاظا عليها ثلاثة استغلوا صوتها في شركات الاتصالات وغيرها استقطاب الزبائن والله سبحانه وتعالى في الصلاة إذا أخطى الإمام الرجال يش يقولون سبحان الله المرأة تكتفي بالتصفيق بس ما تقول شيء حفاظا عليها أربعة جعلوها بطلة ألمبياد ومراثونات والله سبحانه وتعالى أسقط عنها الجري بين العلمين في المسعة حفاظا على حيائها ما اكتفي بكذا ولا خمسة طلعوها الرحلات الترفيهية بدون محرم عادي والله سبحانه وتعالى مسقط عنها الركن من أركان الإسلام اللي هو الحج إذا ما كان فيه محرم ستة طلعوها من بيتها بكامل زينتها متمكي جاة متبرجة رب سبحانه وتعالى يا مرهم ما تضرب بالخلخالي في رجلها عشان ما تدري الناس ويش تخفي من زينة طبعا أنا تكلمت عن المرأة بالذات لأن المرأة في الإسلام مستقصدة اللهم عارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعارينا الباطلة باطلا وارزقنا اجتنابه بالنسبة للفئة القليلة الغبية اللي يقولون يخل الدين الهلة منهم هلا يخو منهم مسيح منهم هلا آه يعني لازم لحيت الله هنا وكلها وسبشت لا يا أخوي لا لا كلنا الرسول الله مصلي سلم عليه ما مات إلا بعد ما أتم لنا ديننا كلنا أنا ما فتهت في شيء جديد جيتك وقلت هذه متواة حلال ولا حرام وقتها قولي لا هذه العلماء من أنت أما التناصح ما فينا خير إذا ما تناصحنا